صباح الخير شباب كثير مننا يضطر لي فرنة الحاسب الخاص فيه ويكون على هذا الجهاز تعريفات كثيرة تعريفات كرت الصوت تعريفات الطابعات تعريفات أدابتر الويرلس وهي التعريفات صعب أنه يرجع يجيب الواحد من أول وجديد كيف فيني أخذ نسخة احتياطية عن جميع التعريفات الموجودة على جهاز الكميوتر بحيث أني إذا نزلت ويندوز أرجع استعيد جميع التعريفات من أول وجديد لذلك اليوم سنتعرف على تطبيق بسيط وخفيف كثير ليسحب نسخة احتياطية عن التعريفات الخاصة بجهاز الكميوتر ننتقل إلى سطح المكتب لحتى نتعرف على هذا التطبيق بالبداية أصدقائي بنتقل لمحرك البحث جوجل وببحث عن Double Driver بهذا الشكل تطلع لي أول نتيجة بحث بضغط على أول نتيجة بحث ويطلع لي الموقع التالي مثل ما نلاحظون Double Driver 4.10 وفي عندي كبسة داونلود كبيرة بهذا المكان يضغط عليها ويقوم بتحميل البرنامج على هذا الشكل على سطح المكتب طبعاً يكون بشكل مضغوط يضغط على الضغط عنه ويصبح بشكل مجلد يدخل على هذا المجلد ومثل ما نلاحظون في عندي أيقونة DD وطبعاً شكلها على شكل كبيرة أو Driver بهذا الشكل يضغط عليها مرتين ويفتح عندي البرنامج طبعاً آخر عبارة مكتوبة Application Ready يعني التطبيق جاهز طريقة أخذ نسخة أحتياطية عن التعريفات الموجودة على الجهاز بسيطة جداً عن طريق عبارة Backup بعد ما ضغطت على Backup رح يقل لي Scan Current System بضغط عليها ومثل ما نشايفين عطاني جميع التعريفات الموجودة على الجهاز طبعاً في بعض التعريفات هو من تلقاء نفسه وحط عليها تشيك فمثلاً عندي كرت الشاشة المدمج اللي هو الـ 4400 من Intel وحط عليه تشيك من تلقاء نفسه منلاحظ كذلك الأمر كرت الصوت الـ RealTeach من تلقاء نفسه وحط عليه تشيك أو إشارات صح هذول التعريفات اللي حطت لبرنامج من تلقاء نفسه إشارات صحة عليهم هو بيشوف أنه هذول التعريفات الأساسية الخاصة بجهازك وإذا كنت خبير بمجال الهاردوير فيك تضيف إشارات صح لبعض التعريفات الإضافية طبعاً أنا بشوف أنه الإشارات اللي حطتهم هو البرنامج من تلقاء نفسه كافية ووافية في عندك بعض التعريفات الإضافية فمثلا عندي الجالكسي A30S هذا موبايل أنا كنت واصله سابقا إذا حابب إسحب التعريف تبعه يعني لحتى استعيده مرة لاحقا كذلك الأمر أنا وصلت سابقا Infinex Smart 6 كذلك الأمر إذا كنت حابب استعيد التعريف تبعه لاحقا ومثل ما خبرتك موضوع إضافة إشارات صح لبعض الأمور هذا الشي بيرجع لك وليزم تكون خبير بمجال الهارد وير وهلأ بضغط على عبارة Backup Now من الأعلى عميل يحدد المكان الذي بدك تعمل فيه النسخة الاحتياطية طبعا أكيد فيني يحدد مجلد معين عندي على سطح المكتب أو بالD أو بالE بعدما اخترت المكان الذي بدك أوضع فيه النسخة الاحتياطية للمسخة درايفرات التي عندي فمثلا أنا انشأت مجلد على سطح المكتب سميته Driver هناك ثلاث خيارات بهذا المكان هذه الخيارات التي لديك بهذا المكان الشكل التعريفات كيف بدون يكونوا عندك محفوظين بالBackup أو بالنسخة الاحتياطية على شكل مضغوط أو شكل غير مضغوط طبعاً أنا بفضل الديفولت الذي يختاره البرنامج بضغط أوكي ومثل ما أنا شايفين هلأ بلش بأخذ النسخة الاحتياطية عن الدرايفرات برجع بأكد عن الدرايفرات وليس معلومات الجهاز لحتى يخبيهم عنها على سطح المكتب أو بالـ D أو بالـ E لحتى إذا قمط بفرمتة الجهاز واستعادة نسخة احتياطية مثلاً للويندوز استعيد جميع هؤلاء الدرايفرات وبعد ما انتهيت من أخذ نسخة احتياطية عن الدرايفرات ومثلت تشك عليهم أو إشارات صح يعطيني هذه الرسالة أنه تم أخذ النسخة الاحتياطية بنجاح بضغط على أوكي موافق وبرجع للصفحة الرئيسية الهوم بهذا المكان يعطيني تقرير عن شو ساويت أنا في شيء أخذت عنه نسخة احتياطية في شيء عملت له cancel أو وقفت لنسخة الاحتياطية عنه وما إلى هناك هلأ أنا بدي أعمل restore أو استعادة للنسخة الاحتياطية اللي أخذت عندي على جهاز الكمبيوتر بعد ما فرمتت الجهاز سنأغلق البرنامج ونرجع نفتحه من أول وجديد بعد ما رجعنا شغلنا البرنامج أنا النسخة الاحتياطية مثلا عندي حاططة على D على E طبعا مخبية على جهاز كمبيوتر آخر أو على Flashy أو على هارت خارجي بعمل إشارة restore أو بضغط على كبسة restore يعطيني رسالة تحذيرية ونبدأ أغلق البرنامج ويرجع يفتحه لحتى يعمل عمليات الاستعادة بقول له نعم برجع بضغط على restore بهذا المكان تحت عمل لي وين مكان النسخة الاحتياطية بختار المكان الخاص فيها طبعا في عندي عدة خيارات الخيار الأول لو كنت حافظ النسخة الاحتياطية بالمستندات أكيد رح تعطينيها بهذا المكان وإذا كنت أنا حاططه على D على E أكيد رح أقول له other location من هون بختار مكان النسخة الاحتياطية أنا مسميه driver منلاحظ أنه أنا أخذ ثلاث درايفرات فقط بقول له موافق بضغط على إشارة أو على كبسة أوكي منلاحظ أنه أعطاني لدرايفرات اللي أنا أساسا أخذت منها نسخة احتياطية طبعا لو كنت أخذ عن الدرايفرات أكثر من هيك أكيد رح تلاقي الأسطور أكثر من ضغطة select بضغط على هذا السهم وبقول له all يعني جميع الدرايفرات ومن ثم بختار restore now يعني استعادة الدرايفرات هدول لما كانوا الصحيح ضمن النظام طبعا أنا ما رح أضغط على هذا الخير لأنه أنا أساسا هدول القطع كل ياتهم معرفين عندي على جهاز الكمبيوتر وبهي العملية يا شباب نكون أخذنا نسخة احتياطية عن الدرايفرات وخبيناها عنا ولما فرمتنا الجهاز ونزلنا ويندوز جديد رجعنا استعادنا هدول الدرايفرات شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية العربية شكرا للمشاهدة